هذا أنا قلتها بشكل رسمي وخاطبت الجهاز الأمني الوطني وتكلمنا بشكل واضح ونزلتها بتقريدة كل الدنيا شافتها بس هل هو الكاظمي قال تعالي يا ابو انت شلو نتعين واحد أخوه كذا احنا عدنا واحد يروح للكلية العسكرية إذا ابنه عمه داعشي يقول له لا أطلع برة وإحنا اليوم شون نجيب نسوي مدير عام وأخوه كان متهم باقتيال بالإرهاب وكان محكوم ومسجون وهارب حاليا متهم أم مجرم مثبت عليك لا 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 محكوم وهارب وهذا الكلام أنا لم أطلع عاما عندي أنا فاتحت أجهزة أمنية أنا لما أطلع وأتكلم بهذا الكلام ستمونة يعني أنا هم رجل مشرع ورجل قانون ورجل دولة لما أقول فلان الفلاني أنا ما أقول جزافا أنا تأكدت من مدين الاستخبارات والأمن وتأكدت بأن أخوه هو كان متهم بالإرهاب وهارب عن وجه العدالة وطلعت صورته وقاعد ويا خالة منهل أنا ما أخجل من هذا الموضوع يعني هو هارب بس موجود بالعراق ولكن يفترض على الكاظمي أن يخجل لما يمشي معاه بالموصل وإحنا عدنا آلاف الشهداء لحد الآن إحنا كبورهم ما نندلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر